بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته من هو الشيعي الحق وهل يوجد شيعة يجمعون بين النصبي والرفض وبين الرفض والنصب هم هم نواصب وهم هم روافض في نفس الوقت كتب أحد الأخوة الزيدية يسمي نفسه الكاظم الزيدي يقول من هو الشيعي الحق يقول إذا أردت أن تمتحن قلب الشيعي حقا فاذكر له الأئمة زيد بن علي النفس الزكية عبدالله بن الحسن الحسين صاحب فخ فإن وجدته يترنح في العبارة وتجد غصة في حلقه كأنها شوك حتى لا يصبر على الولاء فيجمع النصب والرفض عند ذلك يستبين لك الشيعي حقا يعني كأنه يريد أن يقول أن الذي يمثل التشيع الحقيقي هم الزيدية وأن الإمامية الذين لا يعرفون هؤلاء الأئمة أو لا يعترفون بهم الإمامية والإثنى عشرية هؤلاء يعني ليسوا شيعة حقيقيين ويجمعون بين الرفض للخلفاء الأوائل والنصب لهؤلاء الأئمة بالرغم أنه يعني الشيعة عبر التاريخ لم يكونوا يعادون هؤلاء لم يكونوا يعادون زيد بن علي ولا النفس الزكية ولا عبدالله بن الحسن ولا غيرهم ولا غيرهم يعني فكتبت له ما يلي قلت له شيخنا الكريم الكاظم الزيدي لنتجاوز التاريخ القديم وننظر إلى الواقع اليوم والمواقع والخنادق والمواقف المشتركة بين الزيدية وبين الاثنى عشرية ما يسمى بالاثنى عشرية وما يسمى بالزيدية في الحقيقة مواقفهم المشتركة من القضايا المعاصرة والأعداء المعاصرين حتى لا نخسر أصدقائنا وحلفائنا الحقيقيين يعني المسلمون جميعا أخوة وهؤلاء بالخصوص أيضا أخوة فلا يجوز أن نثير هذه القضايا بهذه الحدة ومن هو الشيء الحاق ومن هو الناصبي ومن هو الرافضي وما إلى ذلك فكتب إلي الأخ العزيز مشكورا في صفحته طبعا كتب يقول أحياكم الله مولانا الحبيب القصد طرح قضية فكرية تهم جانبا من جوانب البحث العلمي عند البعض ليس القصد منها تحريض بل خطابنا روحه ترسيخ مفهوم الاحترام والتعاطي العلمي مع المسائل الخلافية بما يفيد المرحلة بل لو اجتمع المسلمون على جمل العقائد بدون تفصيل لكان ذلك معه خير كثير أو كبير وهذا ندعو له وعمة الزيدية منهم من صنف في هذا كالإمام الهادي إلى الحق يحيى ابن الحسين عليه السلام صنف كتاب الجملة وفيه يذكر مشتركات المسلمين وأسباب الخلاف والزيادة وهذا في القرن الثالث الهجري مرحلة تنامي المدارس الفكرية وكثرة الاختلافات أسأل الله بكم اللهم صلى على محمد وآل محمد فكتبت له أيضا ما يلي قلت له الشيعة الأوائل في القرن الأول الهجري كانوا يؤمنون بالشورى ويمارسونها في انتخاب الإمام الإمام علي أو الإمام الحسن أو الإمام الحسين ثم انقسم الشيعة بعد ذلك إلى من يؤمن بالشورى ومن يؤمن بالنص اللي هم الإمامية وانقسم الإمامية والزيدية أو من يؤمن بالشورى وانقسم هؤلاء وهؤلاء إلى فروع أخرى وتطور بعضهم وانتقل بعضهم إلى مواقف البعض الآخر المنافس يعني الشيعة الإمامية أصبحوا زيدية الزيدية ربما أصبحوا قريبين من الإمامية وبعد ألف عام من ذلك التاريخ السحيق لم يبق من الشيعة إلا الأسماء التاريخية فلا الزيدية الذين يؤمنون اليوم بالجمهورية مثلا هم زيدية ولا الاثنى عشرية الإمامية الذين يؤمنون بالديمقراطية هم إمامية ولا ليسوا إمامية بعد أو إثنى عشرية وكذلك حدث تطور مماثل عند أهل السنة الذين خلعوا الفكر الاستبدادي الأموي والعباسي وآمنوا اليوم بالفكر الديمقراطي والتقوا جميعا شيعة وسنة زيدية وإثنى عشرية وإباضية وإسماعيلية على الفكر الإنساني الحديث الجمهورية الديمقراطية أو الجمهوري الديمقراطي إلا من شذ منهم من جميع هؤلاء فلنعزز حق الأمة في اختيار أئمتها ومحاسبتهم ونقدهم وتغييرهم ونترك الأسماء التاريخية القديمة والبائدة والمفرقة نواصب وروافظ وشيعة وسنة وزيدية وإسماعيلية وما إلى ذلك من أجل أن نبني مجتمعاتنا على أسس العدل والحرية والأخوة والشورى والمحبة والسلام هنا تدخل أحد الأخوة من خارج يبدو الشيعة يبدو كما أفهم من كلامي والله أعلم اسمه دليل الخالدي قال أخي الأستاذ أحمد الكاتب الديمقراطية التي تتيح للشعب أن يختار حكامه تنجح ونجحت في جيل خيرية الأمة جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم لأنه كان فيهم أولو الرشد والفكر والدين الصحيح والثوابت والمعايير مجتمع فيه العلم والفهم والفقه أما اليوم فمجتمعاتنا جاهلة وجاهلية وعصبية وطائفية وكل أمراض الزماني فيها أمة متأخرة كيف لهؤلاء أن يختاروا باسم الديمقراطية وانظر ديمقراطية العراق ما أنتجت ما أنتجت فاسدين وسراق ولصوص باسم الدين والمذهب والمذهب لذلك أعطونا أعطونا الأمريكان الديمقراطية لأننا سنذبح أنفسنا ووطننا ومقدساتنا بها كالطفل عندما تعطيه مسدس يلعب به لذلك الشورى والديمقراطية أو للشورى والديمقراطية رجال وأناس اللم يكونوا كانت قاتلة لديمقراطيتهم إذن لا بد من الوعي والعلم والتنقية والتصفية وصناعة الجيل لنتمكن من الانتفاع بالشورى ماذا وإلا فإنها قاتلتنا ومدمرتنا وهذا كان سلاحهم الذي ذبحونا فيه يا أخي العزيز أخ دليل الخالدي أنت أنظر إلى الوجه الأخرى يعني لو لم تكن هناك ديمقراطية في العراق مثلا لم تكن هناك انتخابات ولا تبادل السلطة ولا تغيير حكومات كان مثلا يجي حزب واحد افترض داعش مثلا يجي ويسيطر ويقوم بانقلاب ويسيطر على المنطقة أو حزب آخر جيش المهدي مثلا افترض أو أي حزب ثاني يأتي ويسيطر على البلد لوحده ويقول الديمقراطية سيئة وسلبية وجابتها أمريكا ومريدها ماذا سيحدث ماذا كان سيحدث لم تتحالف الأحزاب الأخرى ضد هذا الحزب الحاكم كما تحالف الضوص الدامسين وهكذا ندخل في مسلسل الانقلابات العسكرية والتمردات كما حدث في أفغانستان بعد خروج الروس من أفغانستان كل يوم كل شهر كل أسبوعين ثلاثة كل سنة كان يجي حزب يسيطر على العاصمة ويفرض نفسه هو حاكم ثم يأتي الحزب الآخر ويطيح به ويفرض نفسه وهكذا دواليك مشكلتنا احنا المسلمين عموما يعني من التاريخ الأول إلى الآن أنه دائما الناس يسيطرون على السلطة بالقوة ويؤججون الخلافات الداخلية ثم تتآلف أو تتجمع ضدهم قوى أخرى وتطيح بهم النظام الديمقراطي صحيح في سلبيات صحيح في لصوص وحرامية وناس سيئين يأجون بالديمقراطية ولكنه عندما نفاضل بين النظامين فهذا النظام الديمقراطي بكل عيوبه أفضل كثيرا من نظام الاستبداد والسيطرة على السلطة بالقوة فالديمقراطية ليست ليست يعني لأنه الأمريكان جابوها يعني هذه صارت سيئة الديمقراطية في البلاد الأوروبية نفس الشيء كانت دائما هناك انقلابات وحروب داخلية عندما أقاموا الأنظمة الديمقراطية في أوروبا وفي كل عالم الآن استقر الوضع وأصبح الصراع على السلطة بشكل سلمي وتداول السلطة دائما يعني يحدوا من الصراعات نحن أيضا لو صحيح نحن الآن في تخلف وفي جهل وجاهلية وعصبية ولكن هذا يمكن أن نزيلها مع الزمن لا أن ننتظر أن نقيم الآن حكم عسكري حكم مستبط طاغية يجي واحد يحكم ونقول ننتظر أنه بعد فترة مثلا الناس يرشدون ويصيرون عقال ويصيرون مؤمنين وواعين هذا ما يمكن هذه حقيقة الناس منذ آلاف سنين حتى الآن وناس ولم تكن حتى يعني في أحد الصحابة والتابعين وتابع التابعين لم يكنوا كلهم ملائكة وكانوا جيدين كانوا أيضا منخرطين في صراعات عسكرية وحروب فالحل الأفضل هو الشورى رغم كل عيوب المجتمعات لأن هذا من حق الناس عندما نرفض هذا الحق نقول الناس ليس لهم حق أن ينتخبوا من له الحق أن يفرض نظاما ديكتاتوريا هل يحق لي أنا مثلا أن أدعي أنني أعلم الناس وأتقى الناس وأزهد الناس وأفضل الناس وأنا يحق لي أن أفرض نظاما ديكتاتوريا وأكون حاكم ديكتاتوري أو أنت يحق لك ذلك من يحكم فنعود إلى نقطة الصفر نتقاتل من هو الأفضل ومن هو المؤمن ومن هو المتقي الورع لا يحد يستطيع أن يحدد يزكي نفسه ولا الآخرين يعترفون فيه فنبقى في دوامة أنه إذن خلي الحكم يكون فوضى أو الحكم يكون عسكري واستبدادي هذا أيضا غير صحيح نحن كنا نتحدث عن تجاوز التاريخ السحيق والأسماء القديمة شيعة وسنة وزيدية وإمامية وروافض ونواصب وكذا نتجاوز كل هذا التاريخ في عقد اجتماعي نحترم الناس كما هم نحترم حقوقهم لأنه الانتخاب الحاكم حق للناس لكل واحد من الناس هذا نحترم حقوق الناس نحترم حرياتهم نعطيهم حرية التعبير حرية تشكيل الأحزاب والسلطة حتى لا تطغى ولا تكون مستبدة نقسم السلطة إلى سلطة تشريعية نواب يعني وسلطة تنفيذية حكومة وسلطة قضائية وهناك إعلام حر وهناك أيضا يعني الناس المحرية في النقد والمحاسبة والمراقبة في هذه الظروف نقلل من السلقة كل ما نعطي حرية للناس أكثر نجعلهم يراقبون الآن المشكلة عندنا مجتمعاتنا أقامت أنظمة ديمقراطية ولكن عامة الناس لا يمارسون حقهم في المراقبة والنقد والإصلاح والأمر المعروف أنه يعلمنكر ولذلك بعض الحكام سواء في الأنظمة المستبدة أو في الأنظمة الديمقراطية يأخذون راحتهم يسرقون ينهبون لا توجد رقابة عليهم يجب أن نفعل نظام الرقابة والمحاسبة والنقد والتغيير وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر